إن المنافقين يخادرون الله وهو خادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة طاقوا وسعلا يراموا الناس ولا يذبون الله إلا غليلا وذبذرين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يؤمن الله فلا تجد له سبيل أوليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكبين أوليا من دون المؤمنين إن شاء الله الصوت واضحه إن المنافقين في الدرك الأسفلين ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينكم لله فأولائك مع المؤمنين وسوف يؤمن الله المؤمنين أجرا عظيما إن المنافقين في الدرك الأسفلين لا تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفلين 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 ما يفعل الله بعلامكم من شكرتم ومنتم وكان الله جامعا عليما لا يحب الله الجهر بالسؤول من القول إلا قولهم وكان الله سميعا عليما والصوب بوضع أو تفوق أو تعفو عن قصر فإن الله كان عفوا طيلا إن الذين يقفون بالله وقصره ويريدون أن يفرروا بين الله وقصره ويقولون الأمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقوا ونعتدنا للكفرين على مخينا والذين آمنوا بالله ومصره ولم يفرهم بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم وجورهم وكان الله سميعا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من بالي فقالوا أهلنا الله جهرا فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العلم بعد ما جاءت بينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخلوا الباب السنة لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السماء وأخذنا منهم ميثاظا غيرا فبما نرضهم ميثاظا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بغفرهم فبما نرضهم ميثاظا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل ورع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بغفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح سبنا قريم رسول الله وما قتلوه وما صلح بغفرهم 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 وما قتلوه يقين بغفرهم 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 وكان الله عزيزا whereas بتفكرين لا أعرف لأنه نحن عندنا يدوب كده الوقت ممتصف اليوم إن شاء الله الصوت واضح بس الصوت إن شاء الله واضح أنا حقيقة يعني ومبارح كان فادي جلل لكل البلد إن شيخ الزين ومعه أربع من الحفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى ربما اختار الله سبحانه وتعالى إن يصطفينه مبارح كان في حادث مروع جداً يعني حادث بتحركة حادث أليم جداً يعني صراحة كانت فاجعة فاجعة كبيرة جداً للناس إنه فجعة السودان كله بالأمس في رحيلة وشيخ الزين طبعاً ريو المعروف هو غنيم يعني ما محتاج لتعريف ولا كده زول يعني في كل بيت دخل وفي كل شارع دخل ودخل قلوب الناس كله وعبر السودان كله بقراته لكتاب الله وبترتيله يعني لأنه زين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مزمار من مزامر آل داود يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مزمار من مزامر آل داود وكان صوته يعني قدم القرآن بصورة جميلة جداً وبيتلاوة خاشعة جداً ورمضان الناس كان بيتمشي الصلى خلفه في مسجد السنهوري يمكن يعني رجل فقدي والله فقدي 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 كبير فقدي كبير يعني وهو الموت حقي يعني كلنا نحن ويتين لكن صراحة بعض الموت بهزة الناس يعني 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 في ناس كذا لما يموتوا بتركوا أثر في نفس الناس يعني ليه بتركوا أثر في نفس الناس لأنه لأنه هما كانوا بمثلوا وجدان الأمة وكانوا بمثلوا مشاعر الأمة يعني يعني حياة يعني والله يعني نباريح نما نقول لي للأشخاص زين مات ما يعني ما يعني ما قعدت تتفكر كذا في إن والله الموت ده صح هو حق لكن حر يعني أحيانا الموت حر يعني نما يشير خيار الناس يعني نما يمشوا الآن المشو ديل كلهم خيار الناس يعني في ظل الفتنة العيشاء البلد والواقع العيشة البلد طبعاً وجود الحكماء والناس العقلين في البلد في الظروف الصعبة دي بيكون صمم أمان لوحدة البلد بيكون صمم أمان لإن والله الناس يعبروا ويمشوا كذا لكن حقيقة موته كانت حر جداً نحن ونقدر نقول شي والله إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هذا حق يعني الموت كلنا ميتين يعني ودقض الله وقدروا يعني إنه كل الناس لازم يموتوا يعني ولولا هذه إرادة الله وقدر الله سبحانه وتعالى لكن دقضر الله سبحانه وتعالى ودي سنة الله في الأرض إنه يخلف جيل بعد جيل وأمة بعد أمة ويمضى الناس كلهم بعدين لأنه الموت ما بيتخير بيقول والله دزول كويس ودزول الشين ودزول كذا ودزول حافظ لكتاب الله وكذا لأنه الموت ما بيتخير يعني لأنه إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعني وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفى أحدثت في المعليش في الزول بيتصل أحدثت هزة كبيرة جدا في المسلمين لأنه ما كانوا متخيلين إنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيتوفى أه وخرج يعني حتى ما عليش يخفزوا كده بيتصل يمكن دارني لكن ما عارفوا بيتصل بصورة مكتررة كده فزي ما قلت الوفاء بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام عملت هزة يعني ده شوفوا ده الصحابة الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد بيها في الإسلام وكده كان بيقول للناس إنه الرسول ذهب كما ذهب موسى لليقاء ربه وسوف يأتي وكان شايل سيفو بيقول من يقول إنه محمد قد قتل سوف أكتر ما عليش خانا في زول بس بيتصل كتير ما قادرين يستوعبوا يعني ده الصحابة ذات يعني لأنه الموت ده حق الموت ده حار يعني ما قادرين يستوعبوا قضية إنه الرسول صلى الله سلم مات يعني لحد ما طلع ابو بكر الصديق لأنه كان أكتر جمودا وأكتر صبرا طلع المنبر وقرى طلع قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسوله وقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لما قرأ ابو بكر الصديق هذه الآية في المنبر سيدنا عمر جعلوا جدع السيف وجاتوا يعني حالة بتاعة خشوع فقال والله يعني ظنيت إنه هذه الآية نزلت الآن يعني قال أنا افتكرت إنه هذه الآية نزلت الآن ما كانت موجودة في كتاب الله لأنه الناس كانوا بيفتكروا إنه الرسول ما بموت يعني وبيفتكروا إنه لأنه في ناس ربطابي قضية الدعوة وقضية الدين وكذا إنه ما بموت كذا لكن مما وقفوا حجة الوداع وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يقال إنه أبو بكر الصديق قال لون هذه الآية هي نعي للرسول عليه الصلاة والسلام يعني فالموت حق نحنا الموت كله حق وهذه الموت أحيانا أحيانا الفقد بيكون جلل ولأنه الميت ذاته بيكون زول عزيز على نفس الناس يعني الآن الناس ما بتدخيل إنه والله يجي رمضان الجاي وتمشي المسجد ما تلقى شيخ نورين لأنه صوت وربطه وربطه بالقرآن وارتبط في أسهان الناس وكذا الناس إنه ودعته الليل الخرطوم في موكب مهيب جدا الآن الخرطوم كلها خريط لتودع شيخ هزين مش في شخصه لكن لأنه الزولة ربط الناس بين التلاوته وتمعونك رغم إنه أنا ما قاعد في السودان لكن دائما لو بشغله الليل لأنه بلقى فيه لما نقرأ القرآن مش قراءة قرآن بس يعني يعني انت بتحس إنه بربطك بالقرآن بربطك بالقرآن من ناحية ناحية ويدانية كده فالليلة الخرطوم كلها طلعت شيعته وده برضو رسالة هي رسالة إنه الشعب السوداني إذا الناس لازم يفهموا إنه الشعب السوداني ذا عنده أصول وصوابت ما يتنازل عنها وزي ما قال الإمام أحمد بن حمل ولا الإمام الشافعي بيننا وبينهم الجنائس يعني كانوا الجنائز وهيبتها وحضور الناس الله يزول أن يتتصل مرة أخرى الليلة بس حتى الاتصال ده شكله في ناس بس وحبت تتصل إلى الليلة كم تلفون خاشفة فمعليش يعني فمعليش نبني التلفون بكتع الفكرة حق تزول فالشعب السوداني الليلة كله الخرطوم كلها طلعت وشيعت شيخ الزين وده بيوريك إنه أصالة الشعب السوداني وارتباط الشعب السوداني بكتاب الله سبحانه وتعالى وارتباطه بسنة وارتباطه بقيم الإسلامية يعني الليلة أنت تشوف الليلة الناس في المغابر وتشوف الحزنة الساد على الناس في كل الميديا وفي كل الوسائل بطاعة التواصل وتشوف تفاعل الناس ده بدي خير بدي خير إنه نحن لسه أمة متمسكة بسوابتها متمسكة بقيامة بتاعت الدين أمة يصب إنك تركع أي زول الآن بيفتكر إنه دار يعزل المجتمع ده من القرآن ولا دار يعزل المجتمع ده من قيمة الدين حقته حق الكيزان أو حق المتمر الوطني بيكون ذول خاطئ الليلة ده استفتاء وفاة الشيخ وفاة الشيخ الزين ده استفتاء بيوريك إنه نحنا نحنا كشعب نحنا كشعب سوداني شعبي أصيل جداً وشعبي معتز بقيمه وإرسل الشيخ الزين هو ماد ربنا نورين أكسد ربنا يرحمه شيخ نورين ما عليش أنا بخلط بين زين ونورين الشيخ الزين ربنا يديه الصحة والعافية لكن الشيخ نورين ربنا يرحمه ما عليش أخوان أنا بس خلطت علي الشيخ نورين ربنا يرحمه ما عليش يعني الشيخ الزين ربنا يديه الصحة والعافية هو صلى بين الناس الليلة في الجنازة بتاعت الشيخ نورين فربنا يديه الصحة والعافية الشيخ الزين فشيخ نورين هو توفى لكن يظل يظل إرسل عمله ويظل صوته تظل تسجيلاته تسجيلاته بتحت الغرآن تظل صلاته بتحت التراويح كويس آي اخواننا وعليش أنا بس بخلط بين نورين و الزين وعليش بخلط بين أطمين فدي ما مشكلة يعني معلش الناس ما يمسكوا فيها كتير كبه الشيخ نورين اي وشيخ الزين معلش شكرا للتنبيهات حقكم لأن هم اللي اتنين معلش خطأ فشيخ نورين تظل تسجيلاته كلها ستظل بإذن الله سبحانه وتعالى الإرسل خلاوه هو لأنه خلى إرسي كبير جدا وخلى تسجيلات كبيرة جدا وصوته في كل محل صوته الآن انت لو مشيت بر السودان امتداد العالم ده كله إذا خشيت اليوتيوب خشيت الفيسبوك خشيت كل الوصايت دي بتلقى صوته تسجيلاته الخطاه دي ده إرسي كبير جدا الناس بتوارسوه حتى الأجيال الجاية حتى الأجيال الجاية الأجيال القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى وهما خلوا خلوا جيل من الشباب حافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى خلوا جيل سيتمسك بالقرآن ده وده نحن ده نحن ده نحن هدفنا الآن في الحياة نحن كشعب سوداني بأصالتنا وبتاريخنا واشتهرنا بالقرآن وبخلاب القرآن وبالتصوف واشتهرنا بنصرتنا للرسول عليه الصلاة والسلام والمولد اشتهرنا بالقيم دي القيم دي ما حق تزول مع أنه للأسف الليلة في الجنازة حق تشيخ نورين ما جاء زول من المسؤولين بتاعنا الدولة التلفزيون بتاع الحكومة مغيب يعني أنا استغربت أن التلفزيون بتاع الحكومة أو الإعلام الرسمة بتاع الحكومة اللي الآن قاعد يجيب في الفاجرات والبيجيب في العاريات الكاسيات الدار يمحي ثقافة الناس ودار يفصل الناس عن محيطهم بتاعنا لأنه دار يفصل دار يفصلنا نحن الناس الجاين جداد يفتكروا أنه والله هم عندهم مشكلة طبعا يفتكروا أنه المشايخ دي وتسجيلاتهم بتاع القرآن وربطهم للناس بالقرآن وتفاعل الناس معهم يفتكروا أنه دي واحدة من الاشكاليات هم لازم يضربوها ولذلك للأسف الليلة الجنازة بتاعته بإيه رغم أنها كانت جنازة مهيبة جدا في مغابر حمد النيل أنا حسب معلمته أنه الدفن جم والدته دبي طلب منه يمكن أو ما معرف بتوصية من الأسرة مهم قالوا الدفن في مغابر جم والدته عليها رحمة الله الدولة كلها غابر هل تتخيل أنه أنه وزير الأوقاف ما جد جنازة وزير الأوقاف والدين والمعنى بشؤون الدين ما جد جنازة حقه تتخيل أنه رئيس البلد ما جاء وتتخيل أنه نائب رئيس البلد والحكومة كلها ما جاد لكن لو جاء لو كان الليلة الميت فنان أحد المشاهير بتاعنا الغنى ولكن لكان الليلة البلد كلها الليلة لو كانت الميتة واحدة من الفنانات لكان إعلام الخرطوم ولكان حكومة السفا هذيال كان جاد لكن مات واحد من حفظ الكتاب الله وذي علامة من علامات الساعة والمناسبة هذه علامة بتديك إنه مؤحدة من مؤشرات الله مش قال إننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والأحاديث تكلمت إنه رفع العلماء وتخيل العلماء وإنه ربنا يقبض الصالحين والناس أصحاب الحكمة وأصحاب الدراية وتصبح الأرض يضغو فيها الشزاز والناس الفساق ويدغو فيها أهل الغناء وأهل الطرب دي واحدة من علامات دي واحدة من علامات إنه نحن يعني ليه ليه الدولة غابت ليه ليه سؤال ليه الدولة ما جاد ليه وزير الأوقاف ما جاد ليه الحكومة ما جاد وما يجوا الحمد لله إنه ما جاد ذاته كويس ما جاد ما جاد كويس إنه ما جاد ما هم كل ميتين كل ميتين إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس زائقة الموت أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة ده ما كلام كيزان ده كلام الله كلام كيزان إنه الليلة عالم من علاماء البلد شيخ الزين ده منه ما بعرفه ده الحفظ كتاب الله وده شجع آلاف الشباب إنه إنه يدخرت في حفظ كتاب الله تجويدا وحفظا وتلاوة ده معلم من معلم شيخ الزين ده يوزن حكومتكن ويوزن كل سفهاكن ديل رضى من رضى وأبى من أبى لأنه يحفظ كتاب الله رجل عالم من علماء الأمة كلكم لو خدتكم في كفة وخدتوا شيخ الزين في كفة لا تسوي ضفري منه لأنه حافظ لكتاب الله يشفع في سبعين من أهل يوم القيامة أنت بتعرف فضل حفظة القرآن ما بتعرفوا فضل حفظة القرآن هؤلاء يشفع في سبعين من أهل يوم القيامة وهؤلاء يظلهم الله يوم لا ظل الله إلا ظله ده الحفظ الكتاب الله أنت بتعرفوا حفظ الكتاب الله ده الرسول الله في الأرض وأنبياء الله في الأرض وحفظ الكتاب الله في الأرض ذلك الحفظ القرآن ربنا مش قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له وحافظون حفظ القرآن ناس شيخ الزندل كانت مهمة الحفظ كتاب الله ذلك الوحدين من الناس الحفظ كتاب الله أنت حفظتوا شنو شيخ نورين أنت حفظتوا شنو إعلام كنا الفاجر التلفزيونات كنا الفاجر الآن شغاله في سوق وفجور جايبين بنات عريانات يغل ما تتوقفوا ساعة واحدة اترحموا على شيخ نورين ساعة واحدة تترحموا عليه ساعة واحدة جيبوا آياته وقرآنه لأنكم بتؤجروا عليها لأنك نمن تسمع شيخ نورين بتؤجر عليه ونمن تسمع شيخ الزين ربنا يديه الصحة والعافية بتؤجر عليه ونمن تسمع كل حفظة القرآن ستؤجر عليه نمن تسمع آية من آيات الله لو يقفت فيها في ثانية ربنا يديك لا ويضاعف ويضاعف لمن يشاء يديك حسنات بالعشرات لو أنتو عندكن دين ولو عندكن أخلاق ولو عندكن قيم الليلة التلفزيون حق أكون شغالي أقيفوا حداد أعملوا له حداد لأنه ده رمز من رموز البلد الشيخ نورين ده رمز من رموز البلد لا تقول لي عشاء الجبل ولا تقول لي القلعة ولا تقول لي جام أحمر ولا تقول لي دا قال رمز من رموز البلد شايفها الأخام اسلام الشيخ نورين Previously علم من علامات البلد دا واحد من الناس اللى كانواビمسكو ع vehicle لو ربن ladar يبتليكم لأنه بحافظت القرآن ربن كاعد يحفظ الامة بحافظت الدين ربنا كاعد يحفظ الامة دي الى كانوا بيمسكا ع voltar الليلة diseases لما يموت ما تجبوه فى التلفزيون ما يطلع علامكم ما يطلع وزير ما يطلح فيه كون وزير يمشي المغابر إيتوا بتحاربوا الله ورسوله ما بتقدروا وقسموا بالله دين الله ده بينتصر لو مات نورين ولا ماته كله حفظت الله دين الله بينتصر والدين ده باقي في السودان باقي بقيمه وباقي بعزته وباقي باقي الدين الإسلامي ده سيظل لو مات شيخ نورين ولا مات كله زل ربنا تعحد بحفظه من فوق قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون إنا له حافظون ربنا نزلوا من السماء فوق وقال نحن حافظينه لا في قحات ولا في شويعي ولا في بعث ولا في ناصر بيقدر يقف حول هذه القيامة ما في زول بيقدر لكن نحن الحرق أنا ليه متقلب لأنه ده واقع ده ما واقع بطع بلد الليلة الشعب السوداني ده الكمو تلاتين مليون الشعب السوداني ده ده ما الواقع لان دار انت السوسوب الشعب ده ما الواقع لانت دار انت السوسوب الشعب ياخي 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 ما تتكرمه ما يتكرم زول من مجلس السيادة يمشى عشان يقف في جنازه ما يتكرم وزير يمشي يقف في الجنازة حقته ياخي البلد فقدت خمسة من حفظك كتاب الله خمسة من حفظك كتاب الله والله الخمسة حفظك كتاب الله ده عرش الرحمن ذاته عرش الرحمن ذاته يتألم لفقده خليكم انتو عرش الرحمن ده الحفظك كتاب الله السماء كلها الان السماء كلها الان تحزن لفقد خمسة لانه ده الحفظك كتاب الله انتو بتعرف شنو حفظك كتاب الله ده السماء كلها تحزن لفقده لمن بحفظوا كتاب الله ده الحفظين للقرآن ده الحفظين لقيم الله في الأرض ده الحفظين لكتاب الله في الأرض خمسة من حفظ كتاب الله ماتوا في حادث بتاعك ما تنعوه ما تطلع تنعوه ما تطلع تطلع بيان ما يمشي منكم وزير ما يمشي منكم حاكم ما يمشي منكم المغابر ليه لأنهم ما فنانين لأنهم ما بيغنوا لأنهم ما بيغنوا صح لأنهم ما بيتكلم عن الفجور صح لأنهم بيحفظوا المجتمع صح وش لأنهم بيحفظوا المجتمع إيتوا دايين تضربونا لكن الدين باقي قيمنا باقية والقرآن سيظل باقي مات شيخ نورين وسيصر عشرات الألاف من شيخ نورين بكنا سيجي هتمشي المسجد بتاع شيخ نورين هتلقى عشرات لأنه دا ما نورين دا الله الله تحفظ تكفل باو الدين دا الله القرآن دا ربنا تكفل باو دا كلام الله دا ما كلامنا نحن دا ما كلام كيزان لكن نحن كنا دارين الحكومة دي دارين حكومة سجمانة لما نحن نتفجع نحن الآن الفجيعة لأنه نحن نتألم نحن الامن نتقلم. لانه ما فقدنا نوران في شخصه. نحن ما فقدنا شخ نوران فيها. نحن فقدنا فقدنا. نحن فقدنا. ما قادر اوصل في ذاته. نحن فقدنا هنا. ايه التو ما تجيفه? دي لحظة دي لحظة. استعينوا لانكم كلكم ميتين. كلكم ميتون. وكلكم اتيه فردة. كلكم يوم القيامة ما شيل الله فردة. لكن لكن بيتامشوا باشنو? بيتامشوا باعفنكم وبيوسقكم. وباشيل عملتو في الشعب السوداني? بيتامشوا باي ده? اعملوا لكم حية تشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى. لانه حافظ القرآن بشفع في سبعين. ممكن ممكن نشفع لكم بعدينك. الليلة لو كنتم مشاهدة الجنازة حقته. لو في وزير فيكم وقف ممكن ممكن يشفع لكم بعدينك. ممكن بعدينك يشفع لكم. الليلة نحن الفقدنا ومش خمسة حافظ القرآن. لانه ما بتعرفوا القيمة حق الدين. اتوا ما بتععرفوا البركة اللي يترفع علي. اتوا ما بتعرفوا بركات ديل. المحساكنين البركة بتتنزل عليه محل بمشوا البركة. positives حافظ الكتاب الله. هؤلاء هؤلاء ما فيش بيعلي عليهم. ديل هم اظهر ناس قاعدين في الأرض. اصدر منكم كلكم. اى زول حافظ كتاب الله اظهر منكم كلكم. واحافظين كتاب الله بالروايات السبعة. حفظا وتجويدا وترتيلا اشرف منكم كلكم. اشرف مني انا واشرف من اى زول. مش حافظين كتاب الله. مش حفظيها كتاب الله. والله اشرف منكم كلكم. ما تتنزلوا يا اخي تمشو. يا اخي ما تمشو يكيفو فيه. ما تمشو تقولوا بالله الزلده مات ولا جنازتو ولا وزير فيكم يمشي مافي. وزير فيكم يمشي مافي? لكن عندما حربي الدين الكver على الشعب يعداكم الرسالة Well الدين ما حق زول. الدين حق الله الدين حق الله القرآن حق الله السنة حق تالله القيم حق تالله ما حق الزل سيظل الشعب السوداني يدافع عن قيمه وسيظل يدافع عن أخلاقه وسيظل يدافع عن سوابته إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى إدتو خليكم في غيكم كحكومة خليكم مغيبين خليكم مغيبين كلكم كحكومة خليكم مغيبين لكن الشعب السوداني الشعب السوداني ده سيكون حاضر سيكون حاضر في جنازة أئمة وفي جنازة حفاظه وسيظل إرس شيخ نورين الناس يتكلمون نورين مات لكن لن مات جسدا هو كجسد دفن لكن سيظل صوته يضح في كل بيت سودان وسيظل الناس كلما يأتي رمضان يتذكر شيخ نورين وسيظل الناس كلما أصابتهم مصيبة سيتذكر شيخ نورين وسيظل الناس كلما أصابتهم أي حاجة سيتذكر صوتهم لأنه كان بربطهم بالله إلتوا عليكم الدنيا دي في عشنا الدنيا ديتوا قايليين في عشنا ما أخيرهم تراب إنت يا وزر ويا حكام يا عفن إنتوا القاعدين إنتوا قايليكن الدنيا دي آخير أجنو ما قام تراب ما جبر آخير أجنو ما جبر أمشي شوف نماري الحكم سودان وكان عنده سطوة نماري الأ RE هجد له في قبر أمشي شوف قبر نماري أمشي شوف نماري حكم البلد وسطوة نماري قام أمشي شوف عبود ما قبر امشي مغابر حمد النيل امشي مغابر احمد شرفي بتلقى الراجد منه امشي شوف المغابر دي بتلقى نميري قاعد بتلقى عبود قاعد بتلقى الناس الحكم ووسط قبر اخير قبر باكلك الدود لكن بتمشي لالله بشنو بتمشي لالله بعملك بتمشي لالله بعملك وقل سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون بتمشي لالله بعملك يوم القئة!è! ما بتمشي هناك قبرك دنا من يتفنوك ما بيكيف معك لحمدوك لا بورهان العسكر. شفت يا حماتي. بي جيوشك دي. بي جيوشك دي. بنزلوك. يومك اللي بتموت. بتفنوك في القبر. بيمشوا معاك. لا عبد الرحيم دقلو ولا دعمي سريع ولا استخبارات ولا جيش. براك بترجوك في قبرك ده. براك بترجوك في قبرك. يا برهام براك بترجوك في قبرك. محمدوك براك نا القبر ده حارسكم. وكلنا حارسنا. كلنا حارسنا. لكن لكن الفايزة بيمشي. زي الناس شيخ مورين ديál. بيمشي بكتاب الله سبحانه وتعالى. علىلاقل لو عمل غلطة ربنا بشفيع. م على يش اخي التلفون بيرود. فأنا يا اخوانا اسأل الله سبحانه وتعالى ليلحم شخي مورين. ويحفز شيخ الزين. ويحفز كل ايمتنا. ويحفز كل الناس الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى. يحفز كل الخلاوي اللي الان قطعوا منها الدعمي طبعا. شالد قروش الذكاي رفضوا يدوها للخلاوي. رفضوا يدوها لل... قطعوا الكهرباء عن المساجد. قطعوا الدعمي عن المساجد. ودي حربة على الإسلام طبعا. حربة مكسودة جدا. هم قاصدين يخضوها ضد الإسلام. وضد... الآن كلها. الآن بيشيلوا قرش الزكاة. رفضوا. الخلاوي اللي بتحفز القرآن شالوا منها الدعم قالوا ما هي دعمها. ما عندهم بيشيلوا الزكاة. المساجد بيشيلوا الأوقاف. قطعوا منها الكهرباء. الآن المساجد ما بدوا كهرباء ما بدوا ده كله تتشيف دي حرب شعواء الآن قيمة على الإسلام لأنه ما دارين حفظ القرآن دارين مغنيين ودارين مغنيات ودارين صعاليك ودارين صعالي لكن الشعب السوداني ده معلم الشعوب الشعب السودان عنده قيمه ما بتنازل عنها عنده صوابته عنده رموزه الشعب السودان عنده رموزه سيظل يحافظ عليه رموزه إن كانوا حفظتها القرآن إن كانوا أهل التصوف إن كانوا أهل الدين سيظل رموز المجتمع السوداني سيظل المجتبع السوداني مجتبع مسلم متمسك بإسلامه متمسك بقيمه لن يحكمه إلا أهل إلا أهل الفضيلة وأهل الخير وأهل الصلاة أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يغفر له ويرحمه والناس المعان أجل أحمد الضي رسالة لكل الشباب لكل الشباب لكل الناس العمل للثورة أحمد الضي الآن بيقدم لمحاكمة يوم 11-11 أحمد الضي الآن سيقدم لمحاكمة يوم 11-11 أحمد موجه له أكثر من خمسة تهم أقولها التهم الموجهة لأحمد الضي الغريبة في الأمر أنه أحمد الضي اللي الآن بيشيلوه يودوه للمحكمة أحمد الضي ده هو سائر هو سائر هو من السوار ما في زال بيقدر يا زايد علي أحمد الضي بشارع أول ما خرج في الشارع وعمل لايف من الشارع وقال والله يزقط البشير ونزام البشير واحتقلوا نظام البشير. لن يجي زول يزايد علي احمد الضي. كوية ما يجي زول يزايد علي احمد الضي. الناس الناس يجي نقول احمد الضي كوية. احمد الضي ده اذا انت منصف. اذا انت دارت اقول الحق. احمد الضي ده اول من طلع الشارع. اذا كانت الدولة كلها. في اربعة شباب معهم بيت. اربعة شباب معهم بيت اسم هلا بتعرفوا. الويكفو نبزوا قالوا اولاد الدعم السريع اولاد حرام يا اولاد الكلب. رباطة جهاز الامن الجيش تذكروا الخمسة شباب دي لك. المعاهن البد. كويس? الخمسة شباب دي جات وزيرة الشباب والرياضة بلحمها وشحمها ودمها. الفيلة الفيلة وزيرة الشباب والرياضة جات بشحمها ودمها ولحمها ويكفت قدام سجينهم درمان مع انه الشباب دي كانت في كيس يعني كانت في قضية. في في جرمي حولهم. قوموا الدنيا كلها ولم يقوموا وقعدوها لحد ما اخرجوا الاربع اولاد ديال ومعاهن البد. واسقطوا عنه انتهم. باعتبار انه دي السورجية وباعتبار انه مفروض ما يتحاكموا. لكن لا يجابوا ديالك لانه ديالك هما اولادهم لانه يساريين شويعين لانه ديالك هما اتبع قحت وقفت وزيرة الشباب والرياضة. الليلة احمد ديالك هما يتحاكم. ما في زول يقف معاه لانه احنا ديالك ما يساري ده واحد ولانه احنا ديالك ما من اولاده. انا يسفني اقول القول له. انا كوز هتشرف انه كوز. وتخرج طوالي بره لايف ده كويس. ما تخلونا نقوم نصرف لكم بركاوي في لايف ده كويس. اي زول. انا كوز وشفت ابو الكوز ذاته واطلع بره لايف ده. عشان ما تخلونا نصرف لكم بركاوي في ال لايف ده. لانه ما عنانا اخلاك. كويس ما عنا اخلاك. انا صراحة ولاي ما عندي اخلاك. لانه الشغل فاتت الحد. في حد فاتته. احمد الضيدة الان قاعد في السجن. لانه ما من ولدهم. ما من ولدهم. بس اشان اقولها. لانه ما شوائي وما من ولدهم. ما من جهاتهم. ما من جهاتهم. وقبل شوتاهم. وقبل حصلت لجسيسمان حصلت. كلها حصلت. لكن ما في زال وقف فيهم. لان الحكومة دي حكومة عنصرية ولانه القضاء قضاء مسيس ولانه قضاء شغال شغال جهوي. الناس لازم يفهموا الرسالة دي. انت اذا كانت وزيرة الشباب والرياضة كويس? كويس? ما عليش خلينا بس خلينا مساعدنا. خارج من الله اذا. كويس? خارج من الله اذا. اصلا دا اسلوبكم يعني. دا اسلوبكم. لكن انتو تعالوا دافعوا. نحنا الكلام لقائلين نقوله دا كلام منطقي جدا. كويس? دا كلام انت اللي بخليك تمشي تقول تفك لك ناس تمشي تفكى اهلاة واخوانا الاربعة وما بتفك احمد الضيلة لانه احمد الضيلة لانه احمد الضي ما منت لانه ما من ابن الله وحباه لانه احمد الضيلة لا تخلونا اننا اقول كلنا. دا كله اللب القضايا شوفوا عشان ما تتليفوا تدويرهم. اذا كان الليل احمد الضيف الفاتح فيه تهم هي المؤسسة العسكرية او المؤسسة الامنية. نفس المؤسسة الفتحة التهم في الاولاد ديلك. ما انت اهلاه واصحابه مش فتح فيهم تهم لانه اساوه للجيش والام. الان احمد الضيف فتحت فيه تهم عبر الدعم السريع وعبر الاجهزة الامنية الموجودة في الدولة ليه ما مش هتدافعت عنه. عشان اوريك انه في خيار وفقص. لانه الان هم القانون. الزلف هتح له خمسة تهم. حولوه قبل خمسة ايام وودوه السيين بتاعهم درمان. الان موجود في سجن امدرمان. والمحكمة حagته يوم حداشر حداشر هتكون في القسمة الشمالي اللي هي جم محكمة الخرطوم شمال. يوم حداشر هتكون في محكمة الخرطوم شمال شارعة الحرية. شارعة الحرية. الان قاعد في السجن ققحتي ما دافعت عنه ولا هتدافع عنه لانه قهتي عندها مصلحة في انو احمد الضيف بشارة يظل مسجون لانه احمد الضيف بشارة يطلع يقول قحتي غلط. لأن حضي بشارة بيطلع بانتقد قحت وقحتي ماذا يرزول ينتقدها؟ دايرين تطلع تقول اهي قحتي صح قحتي اذا واحد من اولادهم اليسارين اولادهم هم اولاد اليسارين دي اذا هم اولاد اليسارين دي اتسجن عمل حاجة ضد الدولة هم يمشوا بقضاء بالنائب العام حقهم وكلهم يمشوا يقيفوا يطلع زالهم يقعدوا يقول لك القضاء ما ما بعرف وينبزوا الشرطة لما انتجي القضية على احد النشطاء واحمد الضي بشارة اي قحاتي قاعت هنا واي قحاتي بيسمع كلامي والله احمد الضي بشارة دا اشرف منكم والثورة دي القدمة لأحمد الضي انتو ما قدمتوها كلكم يا زبالة يا رمم كله قحاتي اي قحاتي الان بتتكلم بقولك داك كزان كده انتو كنت وين انتو كنتوا قانين تطلعوا الشارع انتو موتوا هسا قانين تتفاصحوا دال انتو موتوا انتو طلعتوا زمن البشير اعتغلتوا زمن البشير ايزول فيكم مشا كان بيحمل ليف من قديم الفرن ايزول فيكم كان يقول معناة المواطن قديم الفرن هاه احمد الضي انتو ما انتو هم واكفين ضدهم لانُه ما بيشبه كلّ؟ لانُه شين؟ لان نحن نضضيّه من وين؟ هادي الحقيقة. انتك مادر تعرف الحقيقات دي خليها لو مادر تعرف القضيّة دي خليها لكن الان الان هم وقفين ضدتو وقفين ضدتو وما دارين يعملون معاملة الآخرين لان نقعتي لا تريد احنا ضضيّ يكون قاعد صوته برا قال شنوي pod- snap引 him back, nhau pill, Goll point, he included himself قال شنوي.. مش أنتقد الحكومة أنتقدت.. اي انت لو عندك حقه يمشي وفق للقضاء لكن الان القضاء من سيئس. اتنا ما تجد تقول لي احنا نضاي فاتح فيه المادة خمسين. واحد تقويض النظام الدستوري. سؤال هس انا بسألكم احنا نضايضها هي قويض النظام الدستوري كان. دي واحدة دي المادة الاولى. المادة خمسين تقويض النظام الدستوري. ودي تهمة الاعدام. وهم خدتوها اشان ما اشان ما تاخد ضمانة. اشان ما ياخد ضمانة. من حقه انه ياخد ضمانة. نحن نتكلم عن اجراءات القانونية. من حق احنا نضاي انه محاميه يمشي يطلب ضمانة في محل اقامته او ضمانة يدفع قروش. ضمانة هم خدتوه المادة خمسين تقويض النظام الدستوري. انه احنا نضايض. هل الله بتاع احنا نضايضة بقويض النظام الدستوري? ما سؤال. هل 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 الله بتاع احنا نضايضة بقويض النظام الدستوري? يعني نما الحمد يطلع يقول تزغط قحت وحمادتي جنجويدي ولا ديل? هل ده بيقوض النظام الدستوري? هل ما بيندرك في الحريات? عشان انا اوريك التهم الوجهة له. ده واحد. اتنين موجهلة التهمة ستة وخمسين. افشاء معلومات عسكرية. انه الزول افشاء معلومات عسكرية. وانهي المعلومات العسكرية الافشاء الحمد ضي. ما نحن داينا نعرف. ما انت عشان تجي تكلمنا نحن بالقانون. عشان نجي نقول والله القضية تمشي سيراة في القانون? انا ما اني مشكلة انه والله احمد اتحكم محاكمة قانونية. حكم محاكمة قانونية. لكن القانون اطلعت به وآلاء. واربعة من من اخواتها. انا ما بيقول اخوانا. لانه اخواتها. لانه ما بتفيز زاتها. هم زيها ولا؟ هي الاخت ما بتفرزو. آلاء واخواتها. انت مامش اطلعتهم. انت مامش اتجبت له ان محامي. مامش اتجبت وزير تلياضك. المرة البومبة الكبيرة دي ما جات واقفة قدامه السيجن. وطلعته. ليه? طلعت دي لك وده ما طلعته. ما يعرفي اشياء معلومات عسكرية. التحريض على التمرد. المادة تمانية وخمسين التحريض على التمرد. دي التهم الموجهين على احمد الضي. عشان انت لما انت يجي بعدينك يقول لك والله احمد الضي كوز ولا احمد الضي عمل. شوف شوف التهم دي. التحريض على التمرد. احمد الضي حرض القوات انها تتمرد ولا حرض الشارع انه يخرج ضدك انت. ما انت الان قاعد تستخدم القانون. ما انت قاعد تستخدم القانون. انت قاعد تستخدم القانون. بتفسر القانون حسب هواك. انت الان عندك نائب. هو نائب سياسي. ما نائب قانوني. ما بمارس القانون. الان النايب العام بمارس السياسة. انت رما تيجي تقول ليه التحريض على التمرد. كويس? قال إسارة الشعور بالتزمر بين القوات النظامية إنه أحمد ضي هو أحمد ضي ده عسكري ولا مدني ما سؤال هو عسكري ولا مدني هو قاعد يتكلم في إزاع عسكرية ولا قاعد يتكلم في لايف حقه هو في الفيسبوك حقه ما قاعد يتكلم في الفيسبوك حقه كيف يا أنا أحمد ضي قال لك إسارة الكراهية ضد الطواف الطواف سوا طواف يعني طائفة ممكن تقول دينية ضد اليهود ضد المسلمين ضد الشنو دي التهم الآن موجهة ضد أحمد المادة خمسين المادة ستة وخمسين المادة تمانية وخمسين المادة اتنين وستين المادة أربعة وستين دي تهمة لزول كان بيطلع لايف كان بيطلع لايف أرجع جيب لايفاته بس إنت عشان تحكم جيب لايفاته زول بيتكلم بيقول والله الدعم السريع غلط زول بيقول برهان غلط زول بيقول حمدى غلط زول بيطالب بيسقط النظام وإنت سقتت النظام كيف أحمد ده سقت البشير سقت كيف أنت بتكلم عن نظام دستوري ياتو نظام دستوري ما في نظام دستوري أنت ما نظام دستوري أنت انجلاب عسك أنت زادك انجلاب هو دستور، هو في دستور في البلادي، هو دستور حكم البلادي. نحناค 유окنا بأنه أقول، سقكت سجت... يعتو دستور حكم البلدي. يعتو وثيغة حكم البلدي. عشان تängerت به legal, والله داريا سقت, انت ما سقتت الحكومة باللايفات stalking the shores انت ما سقتت الحكومة بالتحريض، ما سقتت الحكومة بايدي he? دي الان التهم الموجهة لأحمد أحمد اعتقلوا الدعم السريع كويس? على الله اعتقلوا الدعم السريع لأنه في لايفات dich الدعم السريع العضو. الدعم السريع قبل ما يعتغل احمد قبلها النايب العام. طلع مزكرة. مشوا القحات هذال. جابه مزكرة بنفس التهم دي. انه والله احمد قلبي نظام الحكم. كده. طلع مزكرة ومشأ. تتذكروا اليوم اتطلع بالليل عمل لايف. قال والله يا اخي. في مزكرة طلعت من النايب العام وداريع طغلوني وكده. ده كله شغل. كويس. بالاضافة للدعم السريع. بالاضافة للجيش. بالاضافة لبعض السفارات القاعدة في البلد. في سفر الان قاعدين في البلد ما دا يلين. ما دا يلين الصوت بتاعين والله انك انك انت تمشي تتكلم في ضد الحكومة ولا تقول الناس سجتوا الحكومة ولا كده. بفتكري انه الان الواقع ده الصوت اللي بيطلع ده بهيئة الناس ضدهم. ده الكل هون اتبعوا. وشاله احمد خدته. الدعم السريع. لانه القاعد يدوي لهم والقاعد يفكر لهم. حفظ الغفار الشريف. بالتحديد الشغل في الدعم السريع اشتغل على الضغفار. الضغفار الشريفة للمسؤول السياسي الزمان قاعد في جهاز الامن الدائرة السياسية. الجهاز الامن الدائرة السياسية. الشالو جابهه مستشار خدته في الدعم السريع. لانه انا حسب ما علمته انه مشو اهله حاولوا يعمل جودية والموضوع يمشي في الاطار الجودي الاهلي. وجدوا انه والله اه حمدتي عبد الرحيم دقالوا وقالوا احنا ما عندنا انه مشكلة الزل لا يطلع. لكن ما شو لقوا في جهة تانية دخل الدعم السريع. ماسكي انه عبد الرحيم. عنه احمد ما يطلع. الجهة دي ما براها. الجهة دي عندها لنكي مع ناس قخت. اللي هي وقوة الحرية والتغييب. النائب العام. انه احنا الضغفار ما يطلع. انه ما يطلع. اطلاقت مصالح ديل. المصلحة بتاعت عبدالغفار هناك عبدالغفار ده من زوان قلنا لكم. امسكوه. لانه ما ممكن صورة تقوم. على اسوأ الجهاز. على اسوأ وحدة في الجهاز اللي هي الوحدة السياسية بتاعت الجهاز دي. اللي ماسك عبدالغفار شريك. ما تحكمه ولا تحاسبه. تخليوا الان طليق قاعد يدبر هناك الدعم السريع. عشان يكيد انه يطلع الزل. يشيلو يجيبو يحكمو. الكلام ده كله. الكلام اللي بيسوه فيه مع احمد ده كله. والله يا اخواننا ما عنده سنة قانوني. ما عنده سنة قانوني. ما عنده سنة قانوني. ات عندك مشكلة مع احمد لانك ما قادر تجاريه في الصدق. يعني زول بيطلع لايف بيتكلم بيقول حقائق انت ما قادر تجاريه بلايف. او لايف هو مؤسر للشارع. تستخدم ضده آلة القانون? السورة كامت لشنو? سؤال السورة كامت لشنو? انت ليه كامت السورة في البلد دي? فهمونا جامت السورة لشنو? يا اخي تب بال للثورة زاتها يا اخي. السورة القامت يا أخي لناس للاقية رغيف لا لاقية بنزين لا لاقية دور لا لاقية أم صندوق النقد الدولي العدالة داكه بالألétة العدالة داكه ربق'm عقدون قروش؟ العدالة داكه قرار من الكونغرس الأمريكي العدالة ما تطبيقه انت جوان البلد يا غير ياخي ثورة ماذا الرغيف في البلد ما في دقيق في البلد ما في اكل ما في شرف في البلد ده كله عرفنا خلاص ده كله قلنا الثورة مع عملته لانه داير امكانيات داير جروش داير دا كله العدالة في البلد محتاجة محتاجة لتدخل دولي محتاجة لدعم دول الجوار عشان انت تقييم العدل في البلد محتاج لتدخل الجوار ما لانه قضية كده لا لانه العدل الآن. الآن العدل في البلد ده الناس مصنفين كده. انت تبعقحت يساري. بعسي شويعي. لونك كده ما بعرف شكله كده وبتاع. انت خلاص يدوك العدل. انت ما شويعي ولا يساري. اسلامي بقيت ما اسلامي بقيت كده. لونك شوية كده بتاع. انت طوال يركبوك. بالقانون يركبوك. والكلام ده حصل مع شوتايم. الآن شوتايم قاعد في السجن. ما في زال سؤال من شوتايم. مشيت وطلحت اهلا واخواتها. بين قوسين واخواتها دي انا قاصدة تماما. طلحت اهلا واخواتها. شوتايم برضو حرض النظام الدستوري ودار يقلب الحكم ونظام الحكم. ليه ما? ليه مديد كني ما تكلمن? ليه ما طلحته? ليه ما جيت وقلت والله? ليه ما جيت وقلت والله شوتايم? ليه قبل هذه السسمان ما اتكلمت عنه. لأنه ده شغل. ده شغل عنصري. مقصود طبعا. هم مقصود شغل عنصري عشان يجر الناس. ده ده. نحن عارفين ان هما هدفوا شنه? هدفوا ان يجروا الناس? كلهم يجروا الناس للخطة العنصري ده. لكن نحن منا نجر للخطة. أصلا الخطة منا نجر له. لانه لو انجرينا للخطة نحن بنكون حققنا اهدافك انت. ونحن ما هنحقق لك اهدافك. أصلا ما هنحقق لك اهدافك. اصلا ما من انجر له الخطة العنصري. عارفين انك انت استهدفت الناس دي لسبب معين. لسبب. لانك انت لانك انت هدفك الاساسي. انك دار تعمل شرخي في المجتمع. دار تخلي الجهة دي تصطفى براه والجهة دي تصطفى براه. اولاد الجهة دي اللي الظلمه. الظلمين ومن يشتد عليهم. يبدو. نحن ما دارين الكلام ده. نحن ما بنعمل الكلام ده كله. ولا هنمشي فيه. لاننا لسنا دعاة عنصرية. نحن السودان ده من اقصى من اقصى شماله لأقصى غربه حاجة واحدة. السودان ده كله حاجة واحدة. انت دار تجيب القوانين حقتك. دار تشرع عشان تصدم الناس. دي حاجة تانية. سنظل ندافع عنها. وسنظل نقول قول الحق. قول الحق ده بنقوله. لان ده دي مهمتنا. انت الليل انا من تجي تعامل الناس احنا رضي. ليه? 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 الدعم السرعة يفتح بلقفة احنا رضي. لم ي? سؤال لي? دعم سرعة يفتح بلقفة احنا رضي? وليه ترفض ان الدعم السرعة يفتح? وليه رفض المؤسسة عسكرية تفتح بلقفة انا وا açواتن. لم? لم بتكلم واحدين? منبي؟ haben? انت بتكلم واحدين ليه? بتكلم واحد freelance داي الاعظان ابقى من ثلاث ثورة? هذه الثورة تطلعت عليه بالناس اشان العدل. اشان كده يوم حداشر انا ادعو كل الشباب دي. كل الشباب. كل الشباب. ما هي الشغلة ما احمد ضدي. ما احمد ضدي. هس يا اميس مش مشت لجانة. المقاومة قاعدة في اجتماع طلعون شماشة. قال له انتم ما تستاهلوا يدوكم مجلس تشريع. ما الشماشة ديل بعد شوية هيحصل لهم شنو? هيحصل لهم شنو الشماشة ديل? الشماشة محلوا وين? ما هم بيستدرجوك كده? بيشيلوا احمد بتسكت. بيسجنوا شوتايم بتسكت. لكن بعد شوية انت تاني ما بكون عندك منطقة تتكلم. ما بيكون عندك حجة تتكلم. لانه نفسه يطبق في شوتايم. ونفسه يطبق في احمد ضدي هي يطبق فيك انت. ولذلك نحن دارين الناس الاحرار. احرار. الناس الاحرار. يوم حداشر محاكمة احمد ضدي في محكمة الخرطوم شمال شارع الحرية. الناس تمشي يا اخواني. الناس تمشي يا اخواني. الحاجة تاني اقيفه مع اهله. المسألة دي صعبة يا اخواني. والله صعبة. صعبة. لانه نفسيا والدته زولة كبيرة. والده زول كبير. والده مريض. في ظروف عنده زوجته. عنده اولاده. عنده اخه. الاسرة ذاتها محتاجة الناس يقيفوا معاه. اقيفوا معاهم. اقيفوا معاهم. اقيفوا معاهم ماديا. اقيفوا معاهم معنويا. اقيفوا معاهم كده بس. معنويا أمشوا المحكمة يومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون هاك. شوف هاش هنوريك الاسلوب بتاعهم كيف الناس لازم تقف معهم. واحمد ده محاكمته مش في شخصه. مش في شخصه. محاكمته محاكمة للثورة. محاكمته محاكمة للثورة. الليلة لو كان مع الاحماد ده. بس شيء احمد. خدت لك واحد من اولادو السحاسي حدين. واحد من اولادو السحاسيح دين. واحد من اخوات. أشتح القوس شيل أحمد ودخل أحد من السحاسيح على أخواته وكان الدنيا كله قامت باحد. كان طاله بيقالة مدير الشرطة وطاله بيقالة مدير الجيش وطاله بمقالة مدير الأمن وكان طاله بيقالة برهان كله. فقط لو جبت واحد من أخوات من أخوات آلاء أخوات آلاء بس واحد من السحاسيح دل جيب وخدته مع الأحمد الضي كان سمعت القانون الدولة القانون دولة العدالة دولة الحرية أول ما بيقى الموضوع أحمد الضي سكته أول ما بيقى شوتايم سكته أول ما بيقى دي السيسمان سكته طبعاً دي عناوين عريضة انت عشان تقرأ العناوين دي 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 مصيبة طبعاً مصيبة دي مصيبة انت انا ما تجي تقرأه وتحليله بيوريك الضول الحاكم دي بفكر كيف دي دي الحاكم كيف بيوريك انه بيفكر كيف بيوريك انه هو عقليته كيف فانا ده الناس مش يدعمه يوم حداشر أي زول قلبه على السورة دي وقلبه على العدل تمشوا أحمد ده الآن قاعد في سجنه من دروانك الضول ممكن يزوروا في سجنه من دروانك ممكن الناس يتواصلوا برضو مع مصعب أخوه الناس يتواصلوا مع عسرة كويس؟ لانه الناس حاسين بذي ظلمي يا أخواني يعني انت ياخذ ظلمي وللقربة أشد مرارة وأشد ظلماً زولي انت عملت معه الثورة هرجعوا كده شوفوا فيديهات الثورة الأولى هرجعوا كده شوفوا فيديهات الثورة الأولى شوفوا أحمد ده قحت دي كامل العمل معه كده شوفوا الليلة الظلم كيف ده ظلمي القضية ما في قضية من السجن القضية في قضية الظلمة اللي ترتب عليه الظلم من الناس انت كنت بتفتكر انه والله ده الناس كويسين في ظلمي انك انت صف شنوه وفي صف يشكو في صف شنو ياتوا صفها السلك صف ياتوا فيهم صف الأصم صف ياتوا صف بالله في ناس ليسا فاهمة كده أنا أسأل الله سبحانه وتعالى انه يا أخوان الناس يمشيقفوا مع أحمد يوم حداشر المحكمة حقته الناس يتواصلوا مع مصحب أدعمهم ماديا ومعنويا ومعنويا دي أهم حاجة معنويا دي أهم حاجة أهم حاجة انك تجيب معهم معنويا انك تكون حاضر في المحكمة اتواصلوا مع مصحب والزول الدائر برضو ممكن اتواصلوا معنا في الخاص عشان نقدر نعمل حاجة بالنسبة لهم عشان نقدر نعمل لهم حاجة لانه والله اخوانا الظلم شديد الظلم كعب الظلم الوقع على أحمد ظلم كعب يعني ما في ظلم يتحملوا الظلم قدم في الثورة لكن في النهاية الثورة اكلت بنيها سوات يوم حداشر اي ظلم عنده مغدرة انه يطلع اطلع امشي المحكمة بس دارينه كنتمشي تجمهر قدام المحكمة انت تكره احمد دي حاجة تانية لكن انت اطلع عشان قيم العدالة اطلع عشان قيم العدالة لانه قيم العدالة ضربت السورة ضربت في مقتل العدالة ضربت في مقتل يوم حداشر الناس تطلع انت اطلع اكتب لك لفتة بورقة اكتب لك بقلم امشي المحكمة امشي براك سوق معك زول امشي تعبير ده دعمي وسند لأسرته لأسرته بس عشان ما يحسوا انه والله صح قحت باعاتهم هم لكن عشان ما يحسوا انه كنت الشارع برضه لانه القيم لانه القيم اهي بالوبة لو عندي اخت بدالة وقالك ما بدالة ما بدالة واختي مالوء يعني انت شايفه مالوء عيبه جنوع شان ما اديه واختي يعني لكن ده اسفاف طبعا ده اسفاف كل موضوع ما عنده معنى يعني في الكلام نحن ونتكلم في قضايا شخصية ده قضايا تانية نحن نتكلم في قضايا بتاعت عدل قيمة العدل العدل كقيمة العدل كقيمة لا تضيع قيمة العدل لانه اذا ضعت قيمة العدل والله ستبكو اسمعوا كلامي ذا القضية ما احمد في شخصه القضية قضية عدالة ستتكلم عن قضية العدالة العدالة اديه الرغم مصعب يخش شليف الخاص بديوه ان شاء الله نشوفه نتواصل معاوه ادعموهن انا بكرر ادعموهن ادعموهن نازل معنويا وماديا اي زول بقدر يقدر يقدرون دعم لأسرة احمد وذات الدعم المعنوي ادعموا اسرته ظرفنا النفسي ظرفي سيء جدا والده والده ناس كبار والله كل يوم ماشينا السجن وجايين ظرفي يعني ظرفي سيء جدا في واقع قايمة فيه ثورة في بلد قايمة فيها ثورة والعدالة ظذهلهن الآن هم فشين به انيه الظورة مهما انصفته انه هم عملوا الثورة edayissimo الظلم هذا الآن يستطيه كثير جدا من البيوت السودانية ادعموهن يوم 16 امشي المحكمة ايه زول يقدر يصل احمد احبة ايه زول يقدر يصل لأسرة في الخ Education ايه زول يقدر يقدر اي نظيف plane اي نظيف من اشكال الدعم يقدمه. اي شكل من اشكال الدعم يقدمه. واصل الله سبحانه تعالى انه ربنا يفيك اسره يعني. هو الام في سجن ام درمان. يعني ممكن تمشي تزوره في سجن ام درمان. الناس الدارين يزوره في سجن ام درمان. ممكن يمشي يزوره في سجن ام درمان. الدارين يمشي يزوره اسرة في البيت يمشي يزوره اسرة في البيت. الدارين يمشي يتواصل مع موسعب ممكن يمشي يتواصلوا مع موسعب. كويس? الدائرين اي اي شكل من اشكال الدائر. خلونا كده كلنا نجيف معهم. ظرفهم ده يمر. اذا يتحاكم خليه يتحاكم وفقا للقانون. ما عندي مشكلة. انا واحد من الناس ما عندي مشكلة. انك اذا انت دارت حاكم احمد الضي وفقا للأسس القانونية وفقا للنزام عدلي وقانوني عدلي بتعلي فيه روح القانون وسيادة القانون ما في مشكلة. قدموا محاكمة. لانه وقتا نحن نعرف انه القانون ده ممكن يحاكمه ولا ممكن ما يحاكمه. لكن في ظل التلاعب بالقوانين ما بيقبل. ان شاء الله الدائر الرغم بتاع احمد بتاع مسعب يجيني في الخاص. ان شاء الله انا بحاول افتش رغمه واجيبه. يجي في الخاص نجيه الرغم بتاع مسعب. ممكن تتواصل معه عبر المسينجر. ممكن تتواصل معه زي تتواصل معه بالفيسبوك. ممكن لو دي مافي بالرغم وتعالوا. يا اخوانا خلوانا ندعمه. خلوانا نجيف معهم بس. الكلام هذا ما ليه مسعب براو. ما ليه احمد براو. لو حصل لا يزول والله هنا بيجيف معهم. القضية قضيت انه في زولة ظلم في الثورة دي. واهله الان لحكم ظلم. نحن دعينينا نجيف معهم. فاسأل الله سبحان وتعالى ان الناس تعمل حملة من هنا لحد يوم حداشر. الشباب اللي قاعدين في الخرطوب. الشباب اللي قاعدين في مدومانة. اللي قاعدين في كلا يوم حداشر محكمة احمد دي. اعملوها ملحمة ثورية. انكن تمشوا تعملوا دعم معنوي لاهلو. اتفقدوا بم برضو. الناس اللي بيقدروا يتفقدوا اهلو. اتفقدوا اهلو. عشان المساء يتمشي. استرى الله تعالى سبحان الله سبحانه تعالى أنه يحفظ البلد. اتقبل كل الناس المضوا إلى الله سبحانه تعالى. شيخ نورين. ولحافظة المعاه. الاربع المعاه. وكل حافظة كتاب الله. وكل الناس الجاهدة في البلد دي. والناس القدموا تضحيات كبيرة جدا في البلد دي. الناس تساهم في 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 البلد دي. اه اه. تعالوا في الخاص. اي زول دار التلفون حقه اللي يرسله في الخاص. نفتشه ان شاء الله نجيبه. تعالوا في الخاص يعني. انا ما اقدر حتى لو لقيته ما اقدر انشطه. ما اقدر انشره في الصفحة العامة. لانه دي حاجة يعني ما اقدر انا انشره في الصفحة العامة. لانه هما ذاته ما يقبلوا. قد ما يقبلوا انه والله يتنشر ولا كذا. لكن انا كنعمل بقوله ده. بقوله كمبادرة مني انا انه الناس يصلونه ويجيفوا معاونه ويدعمونه وكذا لحد يوم المحكمة. لكن نفتش رغامهم الدائره في الخاص نجيبه. بالذات للناس انا قلتها واكرر. الدعم المعنوي والمادي. الدعم المعنوي والمادي. الناس محتاجة تدعمك. ان شاء الله نفتش الرغام. تعالوا في الخاص نجيبه. اسأل الله انه يحفظ البلد. اسأل الله انه يحفظ كل الذين مضوا الى الله سبحانه وتعالى. واسأل الله انه يوما انه احنا ذاتنا نمشي. ممكن نموت الليلة نموت بكرة بعد بكرة. اسأل الله ان يحسن خاتمتنا. اسأل الله. اسأل الله. والله بس الواحد بيسأل ربنا حسن الخاتمة. ما دارين في الدنيا دي الا حسن الخاتمة. اللهم احسن خاتمتنا في الدنيا. ممكن نموت بحادثينا زي ما مات شوخ نورين. ممكن نموت بسكتة قلبية. ممكن الواحد يمشي ينون في سرير وما يقوم. وما تدري نفسهم بأي ارض تموت. وما تدري نفسهم ما تكسبه غدا. يعني لم نعرف نحن بكرة ناكل شنو ولا نكسب شنو ولا نحيا الليلة ولا نموت الليلة. لكن انا بس الله سبحانه وتعالى. حسن الخاتمة بس. اللهم احسن خاتمتنا. كويس? احسن خاتمتنا. احسن خاتمتنا. مصعب يا هو بيقول لي. كويس يا مصعب. انا زي ما قلت انا بس كلميات مني يعني. يعني هي كلمة جاد. في اطار الصياغة العام شايف مصعب. بس يعقب هنا بيقول. انه ما دايرين. ما دايرين. ما دايرين. ما دايرين. بس الله يرضى عليك. وده كلام مصعب. وده اى اصلا. انا ما قلت الكلام ده. يعني مش قلته فيه. لكي ده واقع يعني. وبرضه في النهاية الناس بتحتاج للناس. وتحتاج تشييل مع بعض. وتحتاج تقيف مع بعض. وتحتاج تساند بعض. وكده يعني. بس انا حسنا يظهر هنا يمكن. اه. فمسعب الناس بيسألوا من تلفونك. اذا في طريقة اه ترسل لي عشان لو في زولدار يتواصل معك وكده يكون احسن. الخيار مترك لك انت اه. اذا في طريقة انك اه اذا انت في طريقة مسعب سامعني. اذا في طريقة انك ترسل لي رغمك. اذا في زولدار يتواصل معك. ولا حي ممكن يتواصل معك في الرغم. ايه. برضو الخيار ما ترك. لكنتي أنت قنع ما نقول. والكلمة بتاعه إن والله الناس يدعمو أنه أنا قاصدا. أنا قاصدا والآن قاصدا. إن الناس محتاجين للدعم المعني والدعم المادي. مش لأنهم محتاجين ولا لأنهم ضعاف او لأنهم فقراء ولاعمل ولا متاجرا. لكندالوا延Por سودانيين. الزool يعرس الناس بيقيفهوا معاهم. الزool ماشي يعرج الناس بيقيفهوا معاهم. في الوافة دي. oxhi الناس بمشوا بيقيفوه مع الزool. دي جزء من اعاداتنا يعني وجزء من اصالتنا. ما عيب يعني انك تجيف مع الناس. ما عيب انك تعمل كده. ده دي دي جزء من يعني الناس ما ما يفتكرواها سبة. لا هي ما سبة. هي ما سبة. وانما هي جزء هي هي جزء من عاداتنا نحن. نحن في الوفا قاعدنا نجيف مع الناس. في العرز قاعدنا نجيف مع الناس. في الديات دي في الوفا دي لو لو ما تزول قاعدين نجيف مع الناس. ليه ما نجيف معه? ليه ما نجيف معه? ما ده واجبنا? هدي دي 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 يعني. لكن في النهاية الامر مترك للأسرة والامر في النهاية مترك لأخونا مسعب هو اللي قائم يمكن بشأن الامر. وهو الامر مترك ليه هو? إذا مسعب يدينا رغما وبعد ذلك أنا باديه ليبقى أنا ما هنشره في الصفحة العامة. لكن ممكن أديوه للناس. إذا مسعب قداني الرغم. يعني إذا هو قداني الرغم. هاتديه لله ايه زول بيقدر يوصل مسعب يصل المصعب. ايه زول بيقدر به حداشر يجي يقف يقف. ايه زول بيقدر يقدم الذي يجي eternally بقول دع게요 مادي ومعنوي يقدمه ولا حياء في ذلك ده واجبنا نحن كسودانيين وكناس جزء من ثقافتنا وجزء من قيمنا انا ده انا ده راي يتفق معي ما يتفق معي ديك حاية تانية لكن ده ده رايان اصلا الله سبحان rotor يحفظ السودان اصلا الله سبحان وتعال يحفظ البلد اصلا الله يحفظ حفظة القرآن اللهم يحفظ حفظة القرآن لانه ديلا المسبه ديلا أوتاد البلد حفظ القرآن هم أوتاد البلد بركة هي الممشي البلدي لو لا بركت هؤلاء الحفظة لأنه يقال في الأسر يقال أنه أحيانا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أنه ينزل غضب بيحتة أو كذا بينظر بيكون في عالم هنا بيكون في عمل خير هنا يعني يقال كذا في الأسر أنه دائما وجود البركات بترفع من الناس العزاب لأنه ربنا بينظر اليوم لأنه عنده دعاء وعنده صوت وبيكروا القرآن وبيعملوا د realizationum هم أوتاد البلد اللي يحفظوا البلد كويس أنا أسأل الله سبحانه وتعالى إنه إنه والله مصعب ده خلوه يمكن ما دار يخش ما دار يكلم خلوه أنا ما هاجبروا أنه يخش عنه قد يكون هو ما دار يخش أنا ما هاجبروا أنه يخش فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه أوتاد البلد دل ربنا يحفظ يحفظ ايمتنا يحفظ شيخ الزين. انا ذكرت كم مرة بالغلط لانه لانه باستمع له طوال يعني. لانه في عربيتي دي باستمع شيخ الزين. فدي واحدة من الاشياء اللي انه ارتبطت به. فاسأل الله انه يحفظ شيخ الزين. اسأل الله انه يحفظ كل كل القراء. الفاتح بتاع عم ذرمان برضو. الفاتح الزين اظن. وشيخ الزين. هم ايمة من القراء. اصوات جميلة جدا. ساهموا جدا في 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 نشر القرآن وفي ثقافة القرآن وكذا. اصأل الله ربنا انه يحفظه. اصأل الله كذلك انه يحفظه. ويحفظ كل 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 حفظات القرآن. ويحفظ كل الناس المدافعين عن قيم الدين في البلد دي. اي يزول بدافع عن قيم الدين. بدافع عن قيم الشريعة. بدافع عن قيم الله في الارض دي. ربنا يحفظك. وربنا يهلك الظالمين. وسيهلكوا. بإذن الله سبحانه وتعالى. قحتي ستهلك. كما هلك كبيرهم اليوم. كلكم شفتوا الان ترام بهلك. ما عنده خيار. اما ان تسهب امريكا الى الفوضى او يسلم البلد. وديها نتكلم عنه ان شاء الله في في لايف تاني. لكن هلك كبيره. اه الطغى وتجبر في الارض ربنا هلكه. الان هس يبي صارع. دار يجيب بلطيية ودار يعمل دار يقلب البلد فوضى. ما عنده خيار. اما يسلم البلد يا يمشي للفوضى. وده مصير كل الناس. مصير كل الناس. مصير كل طاغية. مصير كل ظالم. ربنا بياخدون. وكتجي وكت الله سبحان وتعالى يقول لكم بتكون. الله سبحانه وتعالى. انه ربنا يعني ينصر ينصر الاسلام وينصر المسلمين ويحفظنا ويحفظ البلد. لحد ما نتلاقي ان شاء الله في لايف تاني. مصعب لو بتسمعني. اه نتواصل في الخاص احسن. عشان بعد ذاك نتفق في قضية الرغم وما الرغم بتاع. تلفونك نديوه للناس ولا ما نديوه للناس. اي زول داير رغم مصعب برضو يخش عليه في الخاص. يوم حداشر حداشر محكمة الخرطوم شمال شارع الحرية. حداشر حداشر محكمة الخرطوم. شارع الحرية. من الصباح الناس ترابط هناك. اه اللي بيقدر يكتب لافتة يكتبها. اللي بيقدر يكتب ورقة يكتبها. نصرة العدالة. نصرة العدالة. العدالة اللي احمد والحرية اللي احمد. حد ما نتلاقى ان شاء الله في اللي احمد. حدكم بعهد.